طيب نمشي الخبر الثاني المهدي يعلن التصدي لأي مؤامرات ضد الانتقالية أعلن رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي دعمه لحكومة الفترة الانتقالية والوقوف معها والتصدي لأي مؤامرة ضدها مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة للتوافق للغوة السياسية التي صنعت الثورة والقوة العسكرية التي استجابت للتطلعات الشعب وخاطب المهدي حجدة من جماهير الانصار بجزيرة أبا بولاة النير الأبيض في إطار النفرة الاستثنائية للحزب بحضور قيادات الحزب المركز والولاية وقال إن الحكومة الانتقالية تواجه أربعة حبيات السلام، الاقتصاد، معاش الناس، العلاقات الخارية مناديا بضرورة أن تهتم الحكومة بمعاش الناس لسد ثغرة الثورة المضادة والله شوف يا موتصير واضح لبدا أن مواقف الإمام الصادق المالي خلال الفترة مواقف إيجابية ودعم للسلام ودعم للإستقرار ويحمد له إنه برضو يعني ما جامل كثير قوة إعلان الحرية والتغيير رغم إنه هو من مكوناتها لكن أي نقطة بيفتكر إنه حقه تعدل أو تصحح هو قاله وانتقده بوضوح شديد جدا خلاف كده الإمام الصادق المهدي خلفيته كرئيس للوزراء منذ الستينات وزول قائد حزيب وزول عنده وزنه في المجتمع السوداني والمجتمع الدولي وكذا أنا أفتكر تصريحاته لحقه يعني برضو تؤخذ ما أخذ الجد البرضو المهم جدا ودائر أشير ليه إنه ليس الإمام الصادق المهدي فقط الذي يجب أن يدعو لدعم الحكومة الانتغالية وتحقيق الاستغارة كل المكونات السياسية بما فيها المكونات الآن يعني مغصية ومبعدة من هذه الفترة يجب أنها تكون داعم حقيقي للفترة الانتغالية لأنه نحن لو تكلمنا عن ما يمكن أن يحدث للسودان كبلد من ضرر في ظل هذه التجازوات والتشرزم والتكتل يعني بنعي الخطورة الكبيرة جدا في أنه الناس تختلف الآن خلينا نختلف في الطرح ونختلف في الخطط وكذا لكن هي فترة انتغالية ثلاثة ستين وثلاثة شهور وبعدها عندنا انتخابات بتشارك فيها كل القوى السياسية الواجب أنه كل القوى السياسية بما فيها المعارضة حقه تدعم الفترة الانتغالية مش عشان حزب لكن عشان السودان ده برضو بيلقي بمسؤولية أكبر إذا كانت دي القوى المعارضة والمكونات الأخرى بيلقي بمسؤولية أكبر لمن يقودون البلاد الآن يعني أنت إذا كان مطلوب حتى من القوى المعارضة والقوى المبعدة الآن إذا كان مطلوب منا إننا تحافظ على أمن واستغرار البلاد بيكون الدور أكبر على الذين يديرون شأن البلاد أنهم يتعاملوا مع القوى السياسية دي تعامل مرين تعامل مرين ده ما حكاية أنه يدخلك في حكومة ولا يشرفوك لا أبدا تعامل مرين بأنها تتيح الفرصة لأنه الناس تعمل في ظل نظام شعاره حرية سلام عدالة وأي زول مخالف للقانون القانون قاعد يجب أنه يعاغب ده ما بيعني برضك أنك أنت تترك الذين أفسدوا ولا بيعني أنك تترك الذين نهبوا المال أبدا دي كلها مفروض تمشي لكنه يفق القانون فأنا أفتكر المسؤولية مشتركة من القوى السياسية خارج إطار الحكومة ومن الحكومة نفسها إنهم يقودوا الفترة الانتغالية دي لما هو أفضل نحن لما توعد تعاين للتجارب الأمامة التجارب صعبة جدا لو تكلمت عن ليبيا أو تكلمت عن سوريا أو تكلمت عن اليمن أو العراق بالأمس تفجيرات وسط بغداد دي كلها لأنه فيه انفلاث فحق الناس تدعم الحكومة الانتغالية دي تنقضها توري الشياء الإيجابية المفروضة الناس تقوية الناس تعمل على أساس أن الفترة الانتغالية تكون فترة بتاع التأسيس لمرحلة ما بعدها الفرصة فيها لكل القوى السياسية نبتعد عن اليقصاء نبتعد عن الانتقام نبتعد عن الثارات نبتعد عن التصفيات اللي أصلا جربت قبل كده وما نفعت واليقصاءات دي جربت يعني حكومة الانتغالية حاولت تقصي كثير جدا الليلة هي كل القوى الأقصاطة موجودة في الساحة الشيوعين في فترة من الفترات حاولوا يقصوا برضو الناس ظهروا تاني بيبدأ مبدأ اليقصاء والبتر كده ده موارد ولبح المشكلة خلي الناس تتعامل تعامل موضوعي من أجل الوطن تقبل الآخر وتتيح مساحة لأنه كل زول يتحرك الدعم لهذه الحكومة نفتكر مطلوب من كل القوى السياسية نعم